اشتركوا في القناة إنسان ميت ينجب أموات إنسان ميت أدبياً وأبدياً ينجب أموات أدبياً وأبدياً زيه بالظبط الله سألك سلوك عجيب عجيب جداً بدل ما الشخص الخاطئ يأتي إلى المخطأ في حقه نلاقي المخطأ في حقه يأتي إلى الخاطئ ويقول له أدم أين أنت؟ تعال يا أدم عشان أحل لك مشكلتك وتكون النتيجة عشان يحل له مشكلته إنه يقول الكتاب أنه الله جاب مقازر صنع مقازر من جلد وقلبسهما وجاب الجلد ده من حيوان حيوان ذبح وسفق دمه وأخذ جلده كساه لأنه بدون في قانون إلهي إنه بدون سفك دم اللي تحصل مغفرة إشمعنا سفك دم؟ لأنه الدم هو النفس كتاب يعلم كده هو والنفس مكان النفس عشان كده علشان يطلق شخص حر لازم شخص تاني يموت بداله وفهم آدم وفهم كل الجنس البشري إنه الحي لازم يموت علشان الميت يعيش في قصة تقديم إبراهيم لابنه إسحاق ذبيحة نلاقي المثل ده واضح خالص إنه لما إبراهيم راح يقدم الذبيحة الله وقف وقال له خلاص ما تمدش إيدك على ابنك أنا عرفت إن أنت خائف الله لكن علشان القصة تكمل ما تقفش هنا إنت عندك كبش هناك هاتي الكبش وقدمه مكان ابنك الحي لازم يموت علشان المحكوم عليه بالموت يطلق حي لكن بعد كده جاءت الضبيح بس الضبيحة الحيوانية كان عندها مشكلتين المشكلة الأولانية إنها الضبيحة محدودة عشان كده كانت لازم تكرر المشكلة التانية إنه الضبيحة الحيوانية ما كانتش تعالج أصل المشكلة في داخل الإنسان وهي الخطيئة بتعالج من بره بس بتغفر الخطيئة اللي من بره فالخطيئة براه إنه سم بيموت الإنسان والموت هو النتيجة بتاعته المسيح دفعت من الخطيئة تحل مشكلة الخطيئة وغير داخل الإنسان فكانت النتيجة إنه الإنسان يقدر يوقف عن إنه يصنع الخطيئة ويصنع الشر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر